موئلاً كنتي والحضارات تأريخ بك الوصل غابر بالقريب فالوفود فيك حشود تضج الناحيات رغم الشكوم الرحيم بعلبك مدينة الشمس أنت خالدات أطلالك لانتغي أهلاً وأهلاً بكم تعرفنا مع بعضنا من الأربع سنين وبتذكر دقي تلي قلتلي بدي فرجيك مدينة بعلبك يلي بوقتها يمكن كانت العالم عندها فكرة عاطلة عنها أو تخاف تجي لهون من وقتها لليوم طب جاي عشرية بمرة انغرامت فيها انغرامت بها المدينة وكلما عند الشانس برجع بيجي لهون تفرجي الناس شو هي بعلبك؟ هي القلع اللي عم نشوفها ورانا أكيد لقالي هي أكتر بكتير من هيك هي كرم هي ضيافة هي أكل طيب وهي الشعب اللي بعقد بينتهم أنت أول وقفة عند الحلانة تنور 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 سبيساليتي بعلبك الخده فرش يلي مدق شيء مدق شيء بحياته خبز تنور على الحطب ريحة الحطب أصمر كله هوا كتير مرتاح كتير طاري وكتير فلافي شربني غير شكل مع زيتون وحر شربة 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 كتير مرتاح كتب ليش يا بلا هاي بيتزا على لبنة بس تنكرها مضبوط لايكوش رح نعمل نحن اخد الزعتر أصبرنا شارفة بصير عنا الزعتر مع لبنة الخلطة السحرية الزعتر تقرس شوي اللبنة أقل قرشة لأنه شربانة جوسي نصطب على اللبنة روعة 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 شربة 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 هلا برشع على البيت بحط فيهم لبنة لبنة مكعزلة بنحمصهم شوي مع زيت بلدي خيارة وبنادورة وروعة وبتذكرك من 1984 محال فول صاربدة صحن فول عدش طالق فتح عدش صالق فتح نحنا وصلنا هلا عن فور وحمص بارود نحن بالأربعة وثمينة أربعة صار عنا ناسنا وصار عنا زبوناتنا وكل زبوناتنا اللي بتجي من برات المناطق اللي بتجي عبالبك تنتهزها الفرصة ليزوروا مطعم بارود لأنه الحمد لله حتى المغتربين من منطقتنا أنا بيجوا بيقولولي ما زلنا من الطيارة لعندك مباشرة لكن ما ندق كل شيء أهلا وسهلا حلو الجو يعني متل ما شفت هدي فرنساوي انجليزي صحون البطير هادي جديد علي نحن واي نحن عطريق القلعة في كتون هيدا مدخل بعلبك الصناعي يعني هون أكتر شيء في المحلات الصناعية حبيت الحمص عنده مطحون منيح 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 بالدرجة مغلي أنه معشق مع بعضه مثل ما قالي القصة نفس من الآخر الفول فول و الحمص حمص القصة قصة نفس طيب ما رأي دريكو الفتة لأنه فيها توم هيدا تغطاص الحمص عظيم الملوحة طبعه زيت الزيتون اكسابشنل تخيلوا هيدا صخرة مثل ما هي اللي رح تصير عمود بنعميد بعلبك جيت قفت هون بس أفرجيكم قديش كبيرة قدي عظيمة كان يحفروا تحتها ما كان في بوكلن ما كان فيه ما كان فيه مكانات كان يحفروا تحتها شوي شوي لحديت ما يهدوها بيرجع بأنه لهوني كبير 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 المقلع الروماني محل مصخور قلعت بعلبك تاخده موسيقى 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 هلا وصلنا على السوق الأديم على السوق اللحمين تذكروا هون منذ أربع سنين ما كانت مغطاية تغطيت موسيقى موسيقى كله لحمين وبعلبك ملوك اللحمة موسيقى كل السوق فيه خير وبركة كل السوق بعقد بس ما فينا نعملهم كلهم فهم من نقق واحد كل مرة يلا كفتانية يلا بصل ما بتروح الدحك عن وجه مش ما أقول كل عم يدحك كل مبسوط موسيقى 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 مثل ما هي أكتر من هيك تازة ما بيصير الخبزة جهزت البنادورية نقصوا اللحمة موجودة من السيخ موسيقى روعة 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 موسيقى 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 نحسن موسيقى موسيقى يا حسين هلأ شو رح ناكل؟ هلأ رح ناكل ترويقة بعلبكية بتذكر جيت لهم من زمان؟ مجدد؟ مجدد ومغيروا الدكور طبعوه مطعم وشي و الرضا هنأكل هدو الترويقة المميزة البعلبكية أبو حيدر صاحب المحر مرسي على الاستقبال أهدي سألكم في تذكر جيت من ثلاث سنين كان صغير نعم نحن في تذحين تقريباً من 2012 كان عندنا مطعم صغير حبينا نكبر حتنستوعب أكثر عدد من السواح من المنطقة اللي عندنا بعلبك حسين هنه محلات صغيرة على الطريق متما في مطعم كتير مرتبة واحد بيلاقي كل شي بعلبك خيال الله حدنا مدينة بيحكي مع حسين على سيف سايد على فيسبوك بيعملكم زيت البرمة بيد مع أصولها نعمل لك لئمة نعمل لك لئمة تاخد زيتات البيض وتجوسيناس طبع البيض مع نقطة اللحمة متى أنك عم تأكل البيض بقى ورمة بس شي شكلي تاني وأكيد لئمة لبنة شاي شاي نرى سوف أحضكم ما عوزة بقولهاك على الشاي ما تأخر لحقنة شاي خبني هلأ وصلت على محل أنا بتذكر من كم سنة كان ما في مواي صح وهلأ رجعت المواي لأنه إرادة شعب أهل بعلبة قوية أول شي ثاني شي نحن هلأ ببركة البيضة هاي البركة لو لاها ما تعمرت ألعت بعلبة أداها عظمتها لألعت بعلبة وهيك ما تعمرت الألعب من وراها لهيدي البركة تعمري لأنه بتعرف عيام الرومان وان فيه ماي يعني فيه حيات وهيدي البركة هي إليه الماي فشافوا أنه فيه ماي هون وقرروا عمرو أكبر معبد روماني موجود بالشرق الأوسط وبالعالم وهو اللي هي هلأ على تبع البن أنا عباس قفيلة مولية الأربعة وسبعين أشتغل معجنات من 22 سنة الأشورين بلقمتنا نضيفة والطيبة وعجنتنا الطيبة نحن ليش هلأ هون ليش نقات هيدا الفرن نقات هيدا الفرن لأنه مدامته العباس هي اللي بتعمل الخلطة طبع البقلة وطبع السباني والسباني والبقلة كمان من قرط لبقاع من شعط بيجابه بيتنطفه ومرطه بتعمل الخلطة وهو بيجبه الصاروخ سبانيخ الصاروخ بقلة مهمة حامضة مصبوط حشوة فريش ملعجين من بره محمصة من بره وكتير طوالية روعة مفي منك كتير مهمة كريم ضروري الدوق هلأ خمشة دائم بتكيف اللي راقم اتصروا يا حوالي ما صاح يمشي الحال سيد الكعك قد يصلكم فتحين؟ لنا بحدودة 3 شهر 3 شهر محل جديد فكرة جديد اللي فينا أقل لكم أنه حط نصف كيلو جبنة بقلب الكعكة كعكة فرشتون عمل دغري فرن وراء أربع عنوى جبنة أربع أجمع جبنة وجوز وحبة الفرن مشروع موسيقى يا حسين قلت لي في أكل بس ما قلت لي في أكل حلقات ايه باعك بيحلنا أكثر بيبعال باكصار في كعك أربع عنوى جبنة قصة كبيرة شي نصف كيلو جبنة مخلطين مع بعضهم كلهم لبنانية أرشت الجوزة وشوية تحط البركة وأنا بتفرج عليهم حلو التأس اليوم هوايات حلوين الميات حلوين الخضار حلو يوز انتبهتوا عن فرجيكم بعلبك السيحية أكثر بكتير من القلعة المحلات السيحية المطاعم وين واحد بيقدر ايكل اللقمة طيبة بتكفر بارمة وصلنا على محال اسمه القصر بيت قديم جميل جميل أصرب عالبك نطرني فية تأكل بالك نه 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 هلأ هاي التحلية بتجي لكل العالم؟ أكيد لكل العالم يعني نحنا هاي تجي فتنا بعد الأكل خبنا على قصر بعالبك هالمطعم قديصر له فاتح وشو بتقدمه؟ تقريبا نصرنا شيء خمسة عمفل ومشورين بأكل وطعرف والأكل بعالبك يعني بلش بس فيها بعدين المشاوي وباللبنة والشبنة والقشطة والقريشي هاي كلها شقل مشورين بيها قريشة وعصر كتير طيبة وفواكة دقت هلأ المربة عزيمة 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 والقاعدة عندكم تير حلوة بوجهة الشجرات أهلا وسهلا بوجود بيس مرسي أهلا وسهلا بيك يلا بنكفي المشور بنكفي البرمة على كل المطاعم على كل الأفران على كل محلات سفيحة بعالبك فيكم تقضوا مش نهار لازم الجمعة ما بتقدي أهلا وسهلا بيك نحنا بمدينة بعالبك بس ساعة البسنة بين بعضهم عايشين مثل مضضايعة يا شكريح هاملو الصوت دون لونيك ايو هاي تراشوا بس فيحة موسيقى من بيروت كيب يشل عندك؟ على الريحة على الريحة طيف وصلوا عبالبك وصلوا على العواميد بتوقفوا بتصرخوا يا زكريحة وبيضال حدا يرد عليكم موسيقى موسيقى قالوا لالسفيحة عندك يعني ولا بد يعني موش طيبين منجرب؟ الجرب جيت لهو من أربع سنين ايه وبتذكر أكلت لقمة بتوقف شعر الراس يعليه بعدها طيبة؟ يعليه شرعيك انتين موسيقى موسيقى ما أقول تضايعوا ما أقول تطلعوا فيهم و تفكرون صفيحة هنلا هن سعبلا متل البتيفور رقم ثانية وما فيكن توقفوا معجين المحمصة مضبوطة اللحمة جوسي الواسطة وينما كان قرشة من برا كتير طريية من جوا لا تفوت نحن هلأ بمطعم الروابط قبل ما أقلك على الأكل ضوء قضي طيب تطلع ملا فيه عادي إليه الماء نبعة البيضة كنا وقفين حدا مشوية مظهر بطول العمر وبالليل برود شي بيخض العقل خبروني شو رح نيكل خبرونا عن الصون الحلوين خبروني هلأ أول شيء انتا بمطعم الروابط على رأس العين مطعم له 11 سنة من أشهر المطاعم ببعلبط ومن السباقين اللي عم يحسنوا بمطاعم ببعلبط اللي كان بالدكور اللي كان بنوعية الأكل كتير بذققوا عنا على نوعية شيف 11 سنة صار لك هون أول مفتح المطعم بالمطبخ بالروابط يا رحبالي جدوء الجودة عنا كل شيء نحن هون نعملوا يدوية نعيبنا مثل عنا دبس الرمان نعملوا على الحطر عظيم عادة لذيذة أكل طيب مع منظر حلو ما نغذيه؟ يللا ما ناكل أنا نترك ههههه صحة معك بلش ههههههه نحسن شو اليوم؟ نحن يكون مناع بعض عننا بعض عننا بعض عننا بعض عننا بعض عننا كتير عكس بعض أبوزباريق يعني أن الأطفال أدو الأحسان أنت من سنة 1948 موسيقى موسيقى فرعة واحد اللوغو كتير معمول مضبوط الدس بلي كتير حلو بتفكرك كأنه فرانشايز كأنه فرانشايز إن شاء الله قريباً وبيبع لباك طيب شو عندكم كل أنواع الجيش؟ كل أنواع الجيش قريباً إذا ما عابلكم تأكلوا فول وحمص نقيش أو شي على التنور عابلكم تأكلوا صندويش يعيشكم الجو ويصفركم على أمارك بتجرأ هون مية من مية فراخنين كريسبي تشيكن فرانش فريز عدة سوسيب كولسلو أو بلا أو صندويش مثل ما قلت على الشوي أمريكين ستاندرز بيبع لباك سمعين دائماً أنه مثل رعا روما وما شف البابا يهون زيت شيء مثل إجعب علبك وما شف القلعة اللي ما بيوقف وبيأخذ النمورة بالقشطة يعني ما شفش يعني ما أكل شيء يعني ما حسب شيء بحياته فهرح تدوقوا هلأ معي شيء من قطيب ما ممكن بالبلد موسيقى هلأ رح ندوق صوى شيء بده دقيقة صمت رح ندوق صوى النمورة اللي بتعارفوها بس ما بتشبهها أبداً لأنه أقصب كتير بقلبه أشطى ما بده قطر زيادة روعة من روعات مش معقول مش معقول قرشة النمورة سويتنس خفيفة ساعت لأشطل بالنص اختراع ما في منه اثنان هاي واحدة من الإشياء اللي بيحلم فيها باللد حسنا؟ بس فور دا راكرد روعة 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 ليالينا تخبرنا عنا أول شيء نحن مطعم صرنا فتحين شيء عشر سنين من 2010 فتحين 2009 ومنقدم كل شيء أكل شرقي كل الأكل الشرقي موجود الواحد بيقل عنكن لبناني و أجنبي صح في أكل إيطالي في أكل تشينيز دقيقة خلينا نرجع هاي هاي شو؟ واو مش معقول جغبة مع الرز ما أنا عايزة رز ما أنا عايزة شيء تفرض متل متل الزبدة المطارية هاي سوس طبعة هاي سوس طبعة بطاطا حرّة بطاطا حرّة مع كزبرة بطاطا غنوش أوكي بيتنجين مشوعة على الفحم وبينحطط له الخضرو هايك فتوش التقليدي هاي تنجرب هاي هاي دي كتير كتير طيبة طووق طووق صوص بلانش جبنة صاف مشروم مشروم شغلة ما حكينا بعد عن الأهم القعدة الأجواء الشجر الموسيقى الهوايات اللي جاي بالوادة وكل الناس تجي بترويق عصابة هون يعني القيلة بعد الشغل بيتك بس تجي عبالبك عندك بيت وعنجاد مش حك هيدا بيتك هاي دي أم حسان أمي آخر وقفة يمكن أحسن وقفة عند حسان بالبيت ما قبل حسان كل مرة يجعب عصابة هيدا رابعة أو خمس مرة بيقلي عندي على البيت ويقول له أننا مساقبة اليوم أصر عنده بالبيت الأخوة العيلة مادام كلهم موجودين هون فآخر وقفة كيتامو هامسك مرسي على الاستقبار مرسينا لأنه استقبالت عندك بالبيت أهلا وصالح عم تركب الأمور شو عم نعمل صاجية 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 هي كينية عن شكل الصاج نحن نعرفه بس بالقلب يعني متل تقريبا شوية فلافل صح على الحطب مية بالمية الدخنة عم تطلع ورح تعطيها ريحة كتير حلوة ركبناها بنصف جنينة حمينا الصاجية ما نحط الدهنات هلأ بدنا نبلس باللحمة الغنام لأنه هيدا بدنا نعملها مع لبن أوكي نجيب مع اللحمات والححمات عزيم هلأ جيب اللحمات نسيت نحن نريحة بتشوق الأل نحن نريحة بتشوق الأل نحن نريحة بتشوق الأل لبن غنم كمان نعم كلها غنم كلها غنم بغنم دق لي وقتين يا رأي بشراح يا رأي بشكل قام لبن غنم من غير شكل لحمة كتير طرية اللية المستوية رشة الملحة هي لبعت شوية طعمة وهي شمال الريحة يا راتي كنت شمال الريحة عند رأس يا راتي كنت شمال الريحة يعني مثل مثل الفاهيتة شوية يعني مثل الشوار مع فاهيتة على كل الأكلات بالعالم من بعضها مع ريحة حطب هلأ مع النكعة هاي بسبعة الحطبات كتين بساطة خلاص صحني جميل شكرا شكرا لا تضع ايضاك وضعها على كتافة ها؟ هلأ بش هاي؟ هلأ صرت بعلبك يا أصيل مهمة شكرا بعد ما عرفنا حالك بعد ما قالت لك أنت وين والناس اللي بتتشوفها العباية اللي بتعقد محلد مريالينة بعلبك على الطريق العام بوج هلأ بشيجي طلعت السرية هاي بهيه دلوا عدي سمكة هاي دلالبرد غير شكل وغلعت بعلبك شكرا 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 هاي بعلبة بترزوطاني رجع البيت بتطلع بالعالم وبفتخر وبنبسط وبرفع راسي وبقول أني من أحلى بلد بالعالم لبنان لبنان راح يضل أحلى بلد بالعالم فيكنوا فيي وكل واحد إيمان فيه من بعد هيك نهار شو بينقال أكتر من هيك شعب طيب كريم مضيقف شي بياخد العقل مشواري بعلبك بيخلص هلأ وأكيد راجع للمرة الألف لأنه بعلبك واحدة من أهم مدن لبنان من أحلى مدن لبنان كتير أمنة وكل واحد منكم لازم يزورها كيف تقدروا أولادكم ما يعرفوا بعلبك مشواري بيخلاص نلتقى أمر تجي من أحلى بلد بالعالم للعالم